مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين شوفوا كيف الدقاجة تسلم عليكم تقولوكم كيف حالكم انتم جاهزين للوصفة اليوم نعمل ألد مضغوط مضغوط الدقاج ممكن هدي السرع أكلة وأحلى أكلة مستحيل عد تقوموها من أي مطعم بتعملوه في البيت وطبعا كده مع العشار يعني مضغوط مع الحركات العدنية ولازم تقربوها جدا لذيذ ايش اقولوكم على الرز ولا الدقاج ولا الطعم ولا النكهات ولا صحبة الوصفة ولا اللي طبخت يعني اقولوكم ايش ولا ايش خلونا نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير جدا سهلة أول حاجة شوفوه عندي قدر الضغط بضيف له كمية من الزيت أنا قللت الزيت لإني استخدمت دقاجة بالقلد هو المضغوط بالقلد يعني تشتيو مضغوط صح لا تبعدوش قلد الدقاجة أضفت هنا بسلطين يعني متوسطة وخليه لازم تتكرملي يعني هنا نحن بالمضغوط نشتي تشويح بعد ما تكرملت كده أضفت البهارات وكمان شوح البهارات لازم كده تطلع ريحة تشويح الآن بضيف الدقاجة شوفوا ما شاء الله اني عندي دقاجة حقي 2 كيلو تمام فأضفت اني استخدمت نصة طبعا اني كنت عاملالي براين من الليل وطريقة البراين او المحلول الملحي موجود على القناة شوفونه بحط لكم ياها بصندوق الوصف ولازم الدقاجة كده أقلي بها اني صراحة أحب أشوح الدقاجة يعني لما يتغيى اللوني فهم بعضهم لا يضوفوا كل شي فوق بعض لكن تشتونها كهية حلوة ولا تشتون كل شي فوق بعض فأنتم إيش سووا شوحوا شوية بعد كده أضفت 5 فصوص من الثوم ممكن 3-4 فصوص بس يعني أني أحب الثوم وانتم حس برغبتكم وكمان نشوح أي حاجة تضفوه شوحوها لكن شوفوهم المضغوط كله حطوه فوق بعض لكن نحن نشتر طعم حلو وأضفت ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم إذا أنتم الطماطم حقكم مش حمراء ضفوا ملعقتين صلصة وإذا طماطمكم كده حمراء لا ضفوا ملعقة كبيرة زي يتكفي ولازم تتشوح الآن أهم مكون اللي هو البهارات ضفوا بهارات السبع وإذا عملتوا طريقتي في البهارات صدقوني أحلى أكلات أحلى طبخ بتطعموه أنا بضيف مكعبات من القزر وشوية من الفلفر الرومي يعني كده وصلتين فلفر الرومي يعطيها طعم رهيب إضافة الجزل والفلفر الرومي وثلاث حبات طماطم معصورة وأضيف رشة من اللومي الأسود يعطيها طعم رهيب جربوا أنكم تحطوا لومي أسود مطحون وأهم مكون وهو السب ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة تعطي طعم لحق المضغوط وتعطي قوام للمضغوط رهيب غير أي كبسة نعملي بقدر الضغط طحينة السائلة تودى طعم المضغوط حاجة تانية وأغلب المطاعم يعملوها اللي يعملوا مشهورين بالمضغوط يعملوا المطحينة السائلة ملعقة مش عارفة كميتهم كم بس أنا على كوبين الرز والحبة الدقاج أعمل ملعقة كبيرة بعد كده أضفت الماء الساخن وأضيف كمان الملح أعدل الملح الملح حسب تضوقكم يعني أنا حطيت تقريبا شوفوا ممكن حطت ملعقة كبيرة ملح وخلص بعد كده تضغطوا طبعا شوفوا بكلونكم سر من أسرار الدقاج انتبهوا تخلو الدقاجة على بطنه شوفوا أنا خليها على ظهريا كيف أول شيء تلاقوه دقاجة طرية وبيضة لا تقلبوهاش لا تخلوهاش تستوي وهي عرفتو قصدين خلوه نفس كده يعني غطوها وهي نفس كده لا تقلبوهاش لا تخلوش صدر الدقاجة إلى تحت لا خلوه نفس كده خلص الآن أضغطي لمدة 30 دقيقة أو أقل على حسب الحجم الدقاجة اللي عندكم أنا أخذت مني 25 دقيقة على نار عالية ونقص النار وسط هنا عندي روز غسلته تماما ونقعته ماء ساخن وملعقتين خل وأخليه علاجه مستخدمت روز عنبر هنا ما شاء الله بعد 25 دقيقة انفصل الصدر ومع على الرجل يعني قلت خلاص أخي حب الدقاج محمار بس انتم تقدروا الان تحطوا الرز غير ما تحمروا الدقاج لكنني حمرته أخذت من المرقة وشوية صلصة من المرقة الكوشنة الآن وبدأت أذهن الصدر والرقل كده أذهنوا يعطيني تحمير حلو ممكن تضوفوا شوية صبغة ممكن تضوفوا دبستمر إذا عندكم انك هالة تحبوها ممكن بهارات بس أنا اكتفت بالسلصة والمرق اللي انطبخ فيه الدقاج ودخله الفرن فقط من فوق تحمير خلاص ويكون الدقاج يعني يجاهز محمار الآن عندي المرقة بطبخ فيها الرز خلاص الرز صفيته وبضيف الرز إذا انتم حابينه طريب خلوه مرق فيه يعني تحسون أنه الروز ميبانش لكن إذا حابينه حباب حباب لا أقللوا المرقة نقصه منه وضفت له فلفل رومي وفلفل حار اختياري وكمان شوفوا الآن بخليه على أعلى نار أول ما يبدأ الرز حبات الرز تظهر الآن إيش بسويه الآن بضغطه أول على أعلى نار أول ما تبدأ حبات الرز تظهر معايا بضغطه سبع دقائق فقط على أول ما سمع الصفارة بنقص النار وأخليه سبع دقائق وما شاء الله بعد سبع دقائق فتحت عليه وشوفوا كيف زي المطاعم وكده طري رزه وتحسوا يعني نفس المطاعم لكن إذا أنتم تشتنوا حبة بحبة ورويكم فيديو لا خلوه ينشف تماما بعدين غطوه من غير ضغط من غير ما تضغطوه تغطوه أول ما ينشف تماما تغطوه خلاص وخلوه 15 دقيقة 20 دقيقة على نار هادئة بعد ما ينشف بعضهم يحبون الرز لازم حبة بحبة بعضهم يحبون الرز طري ما يقدرونش يتقبلوا حبة بحبة يكون يقولوا عليه ناشف فكل واحد زي ما يحب أنا مرات أعمله طري بس يعني مش طري كثير إنه يكون مهروس لا نفس كده يعني قوامه يكون طري وصراحة رز الطري يكون لذيذ ومرات أعمله يعني يكون ماسك نفسه شوية وكمان لذيذ فأني مرات أعمله كده ومرات كده أسألهم يعني فاليوم لا هما يشتو هذي أساسا المضغوط هو كده قوامه يكون ما يكونش قوامه كده ما تماس زي الكبسات العادية لا فأني برويكم فيديو بالشورت بنزلكم يا المضغوط وهو كده حباب حباب يعني من غير ضغط لكن ده ضغطوا يعني يمكن متحمرواش الدقاغ زي ما قلت لكم كله فوق تحطوا الرز وخلاص بعضهم يحطوا كله الدقاغ والرز وكله يضغطوا مع بعض بالصراحة ما يطلعش حلو كتير الآن شوفوا اني قدمت معه عشار العنبة واشا قلوكم عشار العنبة هو عشار المنجة اشا الطعم قلوكم على الدقاغ ولا العشار ولا الرز اشا الطعم رهيب من صدق من قلد الأكلات عندي واسهلة هي المضغوط او صراحة المضغوط كده تحسو انه يشتير جمعه ما شاء الله رويكم كيف طول حبة الرز شايفين كيف طولة ما شاء الله واشتير الناس كده كل العيلة تتجمع كده وتاكل وتضرب بالخمس وتقول بسم الله وكده مع البصل والليمون الله وعادوا لو في طبق قرقير وبقل وكرات كمالة ألد أكلة بتاكلوها انا ما بقصرش معاكم بأي معلومة اشتيركم تقربوا نفس ما قلت لكم قربوا صدقوني لديد وبتغير تماما فكركم عن المضغوط وإذا كنتم متعرفوش تعملوا المضغوط بتعملوا أنه ألد من اللي أني عملو وألد من حق المطاعم وأفهم مطاعم المضغوط أقول لكم إن شاء الله يوم أنا أعمل مطاعم مضغوط والنافس والنافسهم كلهم أصحاب المطاعم أرويكم كيف تأكلوا مضغوط كده تأخدوا قطعة من الدقاب عصرة الليمون وتضربوا كده بالخمس وتقولوا بسم الله وتأكلوا ألد وتصدقوني اللقمة ألد لقمة في العالم كله الرز لذيذ ولا تشبعوا منه وكل ما تأكلوا تشتوا تأكلوا أكتر وأكتر شوفوك في الدقاق طري وأبيض لأنه خليناها تنطبخ على ظهر الدقاق مقلب ناج وهنا دائما نقولكم نعز لنعمة الأكل للباقي نحن نخبيه كده نرفعه كده بالتلاقة أول ما يبرد خلاص حطوه بالتلاقة ممكن يتعشو أو تاني يوم يتغدو انتبهوا ترموه بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لتصور اشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك وكومنت سهل ومنكم